بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في بداية الأمر أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو على المكرمة الأميرية بإعادة الجناسي ولم شمل الأسرة الكويتية وطبعا ما هو قريب عليه أمير الإنسانية وأتقدم بالشكر إلى كل من سعى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والأعضاء اللي ساهموا في هذا الأمر اللي أسعد وأفرح جميع الكويتيين جميعا ولكن في ملاحظة هنا في قاية الأهمية أن هناك أسر كويتية تم فقد الجنسية وسحبها ولم يصلط عليها الأضواء طبعا لأن الأخيرين طبعا ممكن كانت في أجواء سياسية ساخنة وصلطت عليهم الأضواء ولكن هناك أسر يجب أن تكون اللجنة اللي شكلت من رئيسي السلطين يجب أنها تشمل جميع من فقد أو سحب جنسيته في السنوات الأخيرة وهناك أسر كثيرة متضررة ويجب أن يكون العدل والمساواة هي سيدة الموقف والمساواة بين المواطنين جميعا وإن شاء الله ما يظلم أحد والمكرمة الأميرية واسعة وصدر سموة واسع ونعلم أنه رح يشمل الجميع هذا من ناحية من ناحية أخرى طبعا المكرمة الأميرية طبعا عمر المكرمة لا تشترط فيه أي شيء ولكن وللأسف يعني بعض الناس يعني حوروا الكلام على أن هناك مثلا إيقاف للمسائلات السياسية ولا لدور أو لفصل تشريعي كامل هذا طبعا الشيء مرفوض والمسائلة متى ما استعقت وأوجبت أسبابها لا تتغيد لا بدور إنعقاد ولا بفصل تشريعي ولا في أي وقت متى ما رأينا أي تجاوز من رئيس الوزراء ولا من أي وزير في وزارته سوف تفعل الأدوات الدستورية فورا لحماية الأموال العامة ولحماية أمن المواطنين وأي قضية تستدعي المسائلة السياسية سوف تجدون الأعضاء إن شاء الله لن يتوانوا ولا للحظة واحدة في تفعيل هذه الأداة الرقابية طبعا هذه الأداة الرقابية هي اليد الطولة لمجلس الأمة على الحكومة والمجلس طبعا يراغب جميع أعمال الحكومة وله من الصلاحيات الكثير ولا توقف لأي سبب كان في النهاية طبعا يا أخوان أنا أتقدم بالشكر لحضر الصاحب السمو وللجميع ونأمل من اللجنة أنها تقوم بأعمالها بأسرع ما يمكن وأن تشمل الجميع جميع من فقد أو أسقطت جنسيته وشكرا ترجمة نانسي قنقر